بسم الله نبدأ اول سؤال اول سؤال بيقولك ايه انا عايزة تنفيذ لي عشان نحل اي سؤال يقولك زود لي او كده انا عايزة تكتب معي خطواتك بالترتيب زي ما زي ما انا هعمل كده اصلا اول حاجة هنكتب اللي هو مدهنا دي هي بتعمل ايه اصلا هتلاقي ان بتعمل ايه بتروح طرحة الار اس نقص الار تي تمام ماشي ولو هي نوت ايكوال زيرو تمام روح اعمل لي ايه روح اعمل لي برانش طيب ايه اللي شبهها في الحاجات اللي احنا بنرفزينها اصلا بص هتلاقي الار فورماتر برانش ايكوال والجامب واللد والسطور ايه اللي شبهها اكيد البرانش ايكوال يبقى البرانش ايكوال اكيد هي اللي شبه ايه البرانش ايكوال يبقى انت عندك البرانش ايكوال اصلا كان بتعمل ايه كان بتطرح الار اس مقص الار تي تمام والنتج بتحب لو بيساوي زيرو تعمل له برانش تمام يبقى انت كده ايه شفت ادي التو فانشنز اي شغل بعض عندك. طي تعال نبص ايه الفرق ما بين دي وما بين دي. تعال نبص كده هتلاقي ان انت عندك الفرق في علامة الاكوال او النوت اكوال دي. طيب تعال بقى نشوف علامة اكوال ونوت اكوال دي موجودة فين اصلا في رسمة البروستوسر بتاعنا. هننزل كده للرسمة الرسمة بتاعتنا هي وهتلاقي هتبص كده. تعال نمشيها هو اصلا البرانش نفسه القرار بتاع البرانش نفسه بيتاخد فين? بيتاخد هنا الحتة دي في المقص ده. تمام المقص ده. مين اللي بيتحكم فيه البتاع دي? السلكة اللي جاي من هنا. السلكة دي جاي من ايه? جاي من البرانش. تمام? مع الزيرو. صح? مع الزيرو فلاج. بحيس ان انت لو الزيرو فلاج ترفع يعني دول اكوال زيرو. تمام? الطريح بتاعهم equal zero. وفي نفس الوقت انت مدي امر يبقى يحصل واحد هنا ويعدي هنا ايه? البرانش. طيب. انا بقى دلوقتي ايه? انا برضو عايز يحصل في الحالة دي. بس انا عايز القرار يبقى مختلف. يعني انا عايز يحصل في حالة ان هو equal zero. تمام? او ممكن يحصل لو انت عندك برانش نوت equal zero. تمام? لو الشرط بتاع برانش نوت equal zero حق. نبقى انا لو قلت ده او ده, يبقى ان بادم قلت او, يبقى لازم احط ايه? لازم احط or gate. يبقى ادي or gate اهي? كده. تمام? طيب. تعالي بقى ادي or gate. واخد انا واحدة من هنا دي في خالة برانش اكوال. تمام? ادي خلط, بحالة برانش اكوال هي سبت. طيب تعال بقى نشوف البرانش نوت اكوال. كان ايه الفرق? كان ايه اختلاف? كان الاختراف في علامة اللي يساوي دي. نوت اكوال زيرو. نوت اكوال زيرو يعني ايه? يعني كأن الفلاك بتاع الزيرو ده ما ترفعش. يبقى انا هاخد وصلة من الزيرو كده. وادخلها على ده. تمام? بس الفلاك بتاع الزيرو ما ترفعش. يبقى انا لازم احطه نوت. ليه? لان دي هتبدل عندك بزيرو. ودي لما تخش هنا هتبقى ايه? بزيرو. يبقى انا لازم اخليها بواحد علشان ابدأ اتحكم في السجنة. طيب المفوضة ان الان دي جيت دي هتروح كده ايه? هتروح دخلها على على دي. بس انا لسه في طرف الان ده لسه متعملش. فبقى ده في عندك طرف نقص. تمام? في حاجة زي كده. يبقى انت محتاج حاجة تقولك ان حصل زي ما فوق كده. انت خدت الزيرو مع حاجة بتقولك ان حصل برانش. برانش اكوال. يبقى انا محتاج حاجة تقولي ان حصل برانش نوت وج väl. علشان اشوف الفلاك زيرو. طيب دي تبقى ايه? دي هتبقى ان انا هطلع سيجنال جديدة بتنور لما يحصل برانش نوت اكوال. تمام? قدي هسميها ايه ايه? برانش نوت اكوال. تمام? قدي هو هاخدها كده 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 كده. ودخلها على ايه? دخلها على الاند جيت. بس انا كده عدلت ايه? انا كده عدلت الرسم بحيث ان هي تسمح بالبرانش نوت اكوال. طيب تعالى كده انت عايز تراجع وتتأكد ان ده صح. تعالى تعالى نفترض ان انت مسلا داتي عندك البرانش نوت اكوال اهو انا اديت امر البرانش نوت اكوال. دخلت على الكنترول يونيت. الكنترول يونيت شافت بتاعت الانستركشن دي. وطلعت فعلا برانش نوت اكوال. يا الله. طيب ماشي. لأ هتروح عامل ايه? هتروح من وورة الفلاك ده. تمام? وهتروح عند الاليو تدي عملية ايه طرح. صح? تدي ع عاملية الطرح. عاملية الطرح كانت عبارة عن ايه? زيرو وان. تمام? والحاجات دي احنا مفتوضة ان احنا عارفينها. ان الاليو او انت عايز تطلع طرح يبقى انت بتطلع في زيرو وان. خلص انت دلوقتي هتروح تنزل هيا للزيرو وان تخلص كده. بعد كده تدخش على الاليو كنترول يونيت. الاليو كنترول يونيت هتطلع للاليو اللي هي اللي بتعمل عملية الطرح هتطلع لها آآ كنترول سيجنز تخليها تعمل طرح. فاكر انت في ش تحكم فيها عن طريق اس زيرو اس وان اس تو اس سري. تهم? وكان كل واحدة منهم بتعبر حاجة كان في حاجة بتعبر عن بي ني جيت وكان في حاجة بتحبر عن 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 ومش عارف ايه. فهم? كانت كل واحدة منهم بتعبر حاجة. مهم يعني ان انت قد يدخل لك هنا كأنك ايه اربع استاك. فانت دلوقتي هتروح الاليو هتروح تبص على الجدول ده. هتلاقي ان عملية الطرح بتحصل لما تطلع ايه? زيرو وان وان زيرو. اهي. يبقى دي كده هتطلع زيرو وان وان زيرو. فتخش على ايه? تعمل عملية الطرح. والله لو الزيرو فلاج ما ترفقش يبقى دول نوت اكوال. يبقى كده هيتطلع هنا زيرو. الزيرو ده هيخش هنا هيحصل له انفرت بواحد. وانا اصلا مدي امر برانش نوت اكوال. ان انا عندي عملية برانش نوت اكوال صح? فهنا ده وهصل له واحد. فلما يحصل ده واحد وده واحد هيعدي هنا ايه? واحد. الارجي يبدأ ده موصل لها واحد من ناحية. يبقى هتعمل ايه? هتعمل برانش. مع العلم ان ان انت في الحالة دي لازم تقفل البرانش. اللي هو بتاع البرانش نوت اكوال. يعني ده? خلاص انت كده عتبارت ان هو تابع البرانش اكوال. تب Throwه? بس كده. يبقى انت كده لازم تقفل ده? يبقى لازم حاجة واحدة بس اللي تعدي عندما تعدي بنش اكوال يد ما تعديmers نوت اكوال. طيب تعال بقى نملى الجدول الجميل بتاعنا. لست يبدأ انت عندك لازم لما تملى الجدول تملى الحاكتين اللي انت عجبين وهو يعني ده اللي هو البرانش اكوال وال Gorf no jetzt equal. فتعالي نبدأ بالبرانش ايكوال لان هو اصلاً المفروض ان الجدول ده معانا. انت في عملت له ايه? اديت له عمل ايه الطرح صح? طيب انا مش فاكل دي بتعبر عن ايه. هتروح يا صديقي تبص تبص كده. قد ال ايه اليو سورس هتلاقيها ماشية 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 ماشية. راحت للايه كسلكتور للمقس اللي بيحدد الاوبراند التاني بتاع ال ايه اليو. بيقول لك انت هتاخده من ولا هتاخده من ال اميديات. هتلاقي ان انت في حالة في حالة البرانش اكوال هتلاقي ان انت بتاخدها من ايه? بتاخدها من الارتي. يبقى انت بتاخدها من الريجستر فايل. طيب. يبقى انت كده هتختار هنا ايه? زيرو. يبقى انت كده هتختار هنا ايه? زيرو. اهي. طيب. هل انت بترايت على الريجستر? لأ انت بص هنا. مفيش اي حاجة بتقولك ان انت بترايت على الريجستر. يبقى انت ده مقفول. مده ده مقفول يبقى ده لازم يبقى الاتنين اللي بعدهم لازم يبقى باكسات. يبقى انت احفظها كده. ل المحبس تمام الرئيسي. ودول دول كأنهم الميا. فانا دولاتي لو المحبس مقفول هل تفرق معي في ميا ولا ما فيش؟ لا ما تفرقش معي. تمام? ده مسال بس كده عشان تفتكاه. طيب. هل انا بريت على الميموري انا مجبتش سيطة الميموري اصلا. يبقى انا مبريتش على الميموري. ولا بريد من الميموري. انا برضو مجبش سيطة الميموري. طب انا بعمل برانش. اه بعمل برانش. طب هنا ايه بقى? الجمب هنا مبعملش جمب. طيب تعالي بقى صديقي احنا هنا كان المفروض في الاول خالص بقى نعمل ايه? لازم بدام زودنا كنترول سيجنل طالعة من هنا. يبقى لازم نحطها في الجدول الجميل بتاعنا ده. يبقى ايه? لازم تزودها هنا. لان كل دول اصلا الجدول ده عبارة عن ايه? عبارة عن ان انت بتجيب كل السيجنل اللي طلعت من هنا ايه. وتحطها في الجدول ده وتشوف كل هتنور ايه مش هتنور ايه. تمام? طيب. في حالة احنا اتفقنا. بدام عملت مش عامل برانشي تاني. يبقى خلاص يبقى انا مش محتاج نور عشان ما يحصل ليش ارر. تمام? طيب يبقى خلاص بدام عملت البرانش يبقى مش اعمل برانش نود ايه. طيب تيجي بقى ايه? تعمل عملية البرانش نود ايه. هتعمل برضو ايه? نفس الفكرة. هتعمل عملية طرح. طيب عملية الطرح دي. هتبص عاليهου سورس هتاخد من RT ولا هتاخد منезд. هتلاقيها برضو? البرانش نود ايه? طيب يبقى انكده ايه? اختارت الارتي طيب. هل انا برعت عايش consider بردو. بردو دول ما يصبح لازم تحفظ ان الريجستر رايد تابعين ليه لروجستر رايد طيب الميمروي رايد قلونا بزيرو انا مamasماύت عالميموروم ولا بعمل رايد من طيب قلونا خلاص انا دلوقتي البرانش هتتنور لي البرانش نوت اكوال كنتور السيجنلا طيب هل هتتنور لي البرانش لا مش هتتنوري البرانش حالي عملي جمب لا مش هعمل الجمب ليبقى انا كده ملية الجداول بتاعتي زي الفل. خبام? طيب. هتيجي بقى في الاجابة النهائية هو قال لك ايه? define the actions of any added or modified control signal. هتقول له بقى ان انت عملت control signal ايه? الداتا باس خلص انت الداتا باس اللي زبطتها اللي هي دي. اللي هي الثانية كده. نرجع. اهي. ده. ماشي ان انت خدت من هنا وسطة من الزيرو. بعد كده عملت اند جيل جديدة. كل المعمول بالاحمر ده. الحاجات المعمول بالاحمر دي كلها ده التعديلات في الداتا باس. الداتا باس قلنا اي حاجة غير control signals. خير. في control signal بقى انت عملت ايه? انت زودت add new control signal. اللي هي. الbranch not equal. ودي. هت equal one. when instruction is branch not equal. بس كده. اي دي كده. السؤال بتاعك خلص بمنتهى الجمال وانتهى الوضوح. تعالى نشوف بقى السؤال ده بيقولك ايه? بيقولك انت عايز تعمل load upper immediate. اه. طيب. تعال بقى نعمل نفس الحضوات اللي عمل لها قبل كده اول حاجة هنكتب الفنكشن اللي هي ايه? اللي عندنا. نشوف الفنكشن دي بتعمل ايه? اللي بتعمل ايه? بتقولك ان انت الارتي. تمام? اللي هو بتحط فيه. تمام? shift lift cam 16. يبقى دي دي الفنكشناليتي بتاعت اللود upper immediate. هي هي دي بالزبط بتعمل كده. بقى. تعالى نقارن باللي شبهها بقى. تعالى نختار ايه اللي شبهها من هنا. هل الار فورمات لأ? اللي بناشى ايه كوان لأ? الجنب لأ. اللود. هي شبه اللود. تمام? تعالى مسلا بفترض ان ان انت عملت اللود وورد. اللود وورد بيقولك ايه? ان انت بتقول ان هو عبارة عن الارتي بيساوي الكونتنت اللي موجود جوه الار اس زائد ايه زائد ايه زائد الاميديت. تمام? كلام محترم وجميل جدا جدا جدا. تعالى نبص بقى الفرقة بين دول دول. انت هنا بترايت على الارتي. تمام? وهنا كمان بترايت على الارتي. طيب. هنا بقى بتاخد الاميديت وتعمله شفت 16. تمام? هنا بتاخد الاميديت وتجمعه على الار اس. يبقى هنا بتختلف نوع اللي انت بتعملها على الاميديت. يبقى دلوقتي لما هاجي دلوقتي اخد. هبص كده. يبقى انا دلوقتي اللي كنت بعملها في حالة اللود وورد كانت ايه? كانت عبارة يبقى ال ايه اليو اوبوريشن هتبقى عبارة عن جامع. الجامع ده اللي هو ايه? لو بصينا كده هزاي الجامع ده اللي هو زيرو زيرو. تمام? انا هنا ال ايه اليو اوبريشن عايزة خليها تعمل شفت. تمام? طيب. يبقى ركز في حاجة مهمة قوي. ال ال او. انت ال ا ايه اليو بتتحكم فيها عن طريح حاجتين. الامر اللي بييجي من الكونchrol اللي هي اللي فوق دي. اللي هو ال ايه اليو. تمام? وف نفس الوقت. اللي بعد بقى اللي هو ال ا ايه اليو كنترول. الامر اللي طالع من ايه اليو كنترول. يبقى انت بتتحكم فيها عن طريحك اين. يبقى انت دلوقتي. في حالة اللود ورد العادية انت كنت تبتدي من الامر اللي جايه من الكنترول سيجنال هيبقى الكنترول سيجنال اللي هي عبارة عن ال AOOPERATION اللي هي اول حاجة فيتحكم في ال AO كنت بتديها 0 و 0. ليه عشان تامع عملية الجمع طيب كانت بتروح بقى لـ AO CONTROL كانت تروح لـ AO CONTROL الايه الكليو الكنترول. تاخد الزيرو والزيرو ده. وتحولوا الايه? تبص على ال 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 اللي تتحكم في الايه اليو. اللي احنا خدناها في الشابتر بي. تبص. هي عايزة تعمل عملية جامع. فتبص كده. هتلاقي الجامع بيطلع لك ايه? عن طريق ان انت تقول له زيرو زيرو وان زيرو. يبقى هتروح مطلعة زيرو زيرو وان زيرو. دي بقى هتروح عن منفزة عملية الجامع برضو. طيب يبقى كلام جميل ومحترم جدا. يبقى دلوقتي ايه? الايه اليو هتبعت هنا زيرو زيرو. وهتطلع هنا زيرو زيرو وان زيرو. طيب. تعال بقى نبص احنا دلوقتي في عملية بقى في في اللود ابر ايميديت انت عايز تعمل يبقى انت محتاج تغير الكنترول الاولاني اللي هو بتاع اللي هو اللي فوق ده ومحتاج تغير التاني صح? لان انت كان خلاص انت كنت في الاول كنت بتعمل جمع انت خلاص كان عندك الجمع موجودين بيعملوا ايه? لكن انت دلوقتي محتاج تعمل فانت محتاج تغير الاتنين دول. طب هتغير الاتنين دول ازاي? اول حاجة انت دلوقتي هتروح الاول نغير اللي فوق اللي هو الاليو اوبريشن. تفهم? الاليو اوبريشن. انت دلوقتي كان عندك زيرو زيرو. زيرو زيرو ده بيعمل جمع. تمام? والزيرو وان بيعمل طرح. تمام? والزيرو كان بيعمل ايه? ار فورمات. تمام? ولسه عندك الوان والوان ما استخدمناهوش. طيب. تعالى نبص هل احنا ينفق? هل احنا محتاجين الجمع? لا. غلط. مش محتاجين الجمع. ولا محتاجين الطرح. ودي مش ار فورمات عشان نقول ان احنا محتاجين ار فورمات. يبقى انت كده محتاج تزود الشيفت ليفت كحاجة زيادة من عندك. يبقى انت هتروح مزود احتمال كمان اللي هو الوان والوان. وتقول ان ده بيعبر عن ايه? بيعبر عن الشيفت ليفت. اهمت? يبقى انت كده اديت الامر الاولاني بالشيفت ليفت. طيب. تعالى بقى نبص على الامر التاني الل هو جاي من ال-ALU control اللي هو اللي جاي من اللي تحت ده يبقى أنا خلص أنا دلاتي اديت واحد واحد ماشي من فوق كده خلص أنا دلاتي اديت واحد واحد اهي واحد واحد ماشي من فوق هو دلاتي عايز ياخد الواحد والواحد ده يطلع امر لل-ALU عن طريق ال-control signals دقاتها اللي هي زي ما قلنا قبل كده اللي هي ال-S0 وال-S1 وال-S2 وال-S3 عايز يديها امر بال-A بال-Shift Lift طيب احنا ال-ALU اللي احنا اخدناها وصممناها ما كانش فيها Shift Lift فاحنا هنعتبر ان احنا هنزود لها component بتاع Shift Lift ده Included جوه انت مش هتفسمه هو خلص انت هتعتبر ان انت زودته جوه بس انت component ده عشان تزوده محتاج تديره Control Signals جديدة فانت دلوقتي عندك ال-4 bits اللي هما بيتحكموا في Control Signals اللي بتاعت ال-ALU نفسها اللي هما دول اهو كل دول فانت دلوقتي عندك كل دول مشغولين كل واحدة من دول بتعمل حاليا ما عندكش منهم Shift Lift فانت هتروح عامل ايه هتروح ما يزود Shift Lift Control Signals ALU Control Signals طيب اللي هي مسلا ايه انت دلوقتي ممكن تروح ايه لان هي عبارة عن 1-1-0-1 وتقول له ان دي بتعبر عن Shift Lift اه يبقى انا كده خلص يبقى انا كده عملت الحاكتين بتاع ايه العملية يبقى لما يحصل تغيير في العملية نفسها تمام يبقى انت هتغير في العملية اللي بتعمل في ال-ALU يبقى انت لازم تغير اول حاجة اللي جاية من فوق لو انت معندكش تزود واحدة وفي نفس الوقت تغير اللي تحت لو انت معندكش من ضمن الحاجات دي تمام يبقى ايه لازم تزود واحدة يبقى ايه الدنيا معاك وضحت شوية طيب يبقى انا دلوقتي هقول له ان انا في ال-ALU هتطلع سيجنل اللي هي ايه 1-1-0-1 بس كده يبقى انت دلوقتي هتيجي تبص كده على العملية بتاعتك هتلاقي ان انت خلاص انت دلوقتي نفترض ان انت دخلت له load upper immediate والcontrol unit بصت على ال-op code لقيتها فعلا load upper immediate هتعمل ايه هتروح مطلع ايه واحد احنا خلاص ادينا الامر الاوامر دي قبل كده خلاص احنا نعتبر ان هي هتنفذ اللي احنا قلنا ده طيب هتدي هنا واحد هيروح هنا مطلع 1-1-0-1 طبعا هيطلع للنتج shift lift طبعا بس الفكرة في حاجة انت دلوقتي انت عايز تعمل shift lift ايه للإميديات يبقى انت المفروض تختار هنا ايه تختار هنا ال-immediate يبقى تختار هنا ايه ال-immediate يبقى هنا كأنك ده ال-ay-o source هتديره واحد صح طمام عشان يختار ال-immediate وال-immediate ده هيخش هنا على حاجة بتعمل shift lift ايه 16 خلي بالك في حاجة ان انا ال-16 دي مش مهمة بالنسباني انا مش مهتمة بال-16 دي ليه لان دي كأني بقول كأني بجيب unit بتعمل shift lift 16 على بعضها فدي مش من اهتماماتي زي ما هنا مسلا عملنا اهو shift lift اتنين تمام جوه برضو نفس الكلام هنا برضو shift lift اتنين خلاص يبقى انا ال-16 shift من مقدار كام ده مش من اهتماماتي في حالة ال-i format تمام طيب بص صعب بص بقى هنا بص هنا هتلاقي ان انت عندك دلوقتي ايه هتلاقي ان انت دي كأنك ال-unit دي بتعمل shift lift 16 يبقى دي بتعمل shift lift 16 خلاص انا هدخل بقى ال-immediate ده ان دي اصلا ال-function السيال عند يبقى انا عايز اخد دي كده واروح عمل كده ماشي واروح ماشي ده كده واروح مكمل ده كده يبقى انا لازم ده كمان اختاره بزيرو صح يبقى انا هاختار ده ايه بزيرو اللي هو يبقى انا ده اختاره بزيرو يبقى الممشي ده كده ممشي ده كده ده كده واروح ايه مراية الدات بتاعتي ها كلام جميل ومحترم طيب هتقول لي بقى طب ال-A-U ال-Aubrand التاني ده هيبقى ايه يعني ده احنا قلنا ال-A-U لازم تخشي لها 2-Aubrand تمام انت قلتلي ان انا محتاج واحد بس وشفته وخلاص انا مش محتاج التاني طب هال التاني ده مش هيخش حاجة لا هيخش تعالنا نفتكر في حالة في ال-AIF لما كنا منتكلم على ال-Instruction format كنا بنقول ان ال-AIL ال-A-U ال-A-U ال-R-S بتاعتها بتساوي 0 فكأن هنا ال-R-S قلناها بتساوي 0 فهو دلوقتي كأنه بيعمل ايه read register 0 read register 0 فهو اللي هيخش هنا register 0 فالregister 0 مش هيأثر على اي حاجة في ال-Operation ولا هو نفسه هيتأثر لان انا قلت ما ينفعش اكتب عليه صح؟ بس كده يبقى دي الكلام ده جميل ومحترم يبقى انا كده عرفت ايه ايه اللي حصل بالزبط يبقى هنا دي مش هتأثر معاين بس كده ايه دي كده انت عملت ايه ال-instruction بتاعنا تعال بقى نملى الجدول بتاعنا عشان بعد كده نشوف ايه الفرق انت دلوقتي في حالة تعال نملى اللود وورد بتاعتنا احنا قلنا هنعمل اللي هو ايه الزيرو زيرو احنا قلنا في عادي مش ال-Uper immediate تمام قلنا هناخد من يبقى انت هتحط بواحد تعال نتأكد هل احنا بالرايت عا ال-register آه بدان في عملية اكوال كده register وبعد كده يعني او 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 وبعدها اا يبقى انت بترايت عا ال-register يبقى لازم تعمل دي بواحد طيب ال-register destination انت بترايت عا ال-RT ولا عا ال-RD تمام يبقى انت بترايت عا ال-RT يتحط بزيو جبناها منين يا صديقي جبناها هو ال-register رايت ثانية اهو اا ال-register destination هترايت عا ال-RT ولا عا ال-RD تمام تلقى الكلام جميل ومفهوم طيب الميموري توريجيستر الميموري توريجيستر بيعمل ايه بيقولك انت الدات اللي هترايتها هتجيبها من الميموري ولا هتجيبها من A-LU احنا قلنا ان احنا اخدنا هنا بص السهم ده مكمل ازاك مكمل من A-LU يبقى انت هتعمل من ايه من A-LU يبقى انت لازم تختاره هنا بايه بزرو بس ركز في حاجة بقى انا اتلغبطت في حيطة دلوقتي انا اتلغبطت لما قلتلك كده في حالة اللي هي الميموري توريجيستر لان انا كده انا اصلا بتكلم على فال احنا قلنا خلاص ان احنا زودنا. زودنا في حاجة جديدة اللي هي ايه? حاجة جديدة اللي هي الواحد والواحد دي بتعمل ده امر بيروح لل بتعمل بتعمل يبقى انا هقول ايه? واحد واحد. طيب. انا دلوقتي هاخد بتاعي من ايه? من صح? يبقى انا خلاص يبقى انا هاختار هنا واحد. طيب. هل انا برايت عالرجستر اه بص هنا? هتلاقي ان انت ايه? هنا بترايت عالرجستر اهه. في حالة parliament ا 님 فص ايه. ماشي? وفي حالةинки كتاب برضو برايت عالرجستر يبقى دي واحد برضو. مركز بقى معايا قوي. انا بكتب في الارتي صح? يبقى زيها زي لفوق. طب في الميموريت ورجيس تر بص بقى بص بقى في حالة Guerr ا تتلاقى ان انت بتاخد الحاجة اللي هتكتبها على الر جيس بص امشي مع اللي احنا رسلمنا دا. اهو 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 بص هتلاقى ان انت مكمل كده. يبقى انت بتاخد الحاجة اللي هتكتبها من اين? الحاجة اللي هتكتبها بتاخدها من ال lil y cell. يبقى هي عكس اللود في الحتة دي. يبقى انت هتروح ايله ايه? 0. تمام? هل انت بتصوير على ميميررير؟ لأ. هل انا بريد من الميميررير؟ لأ. ما احنا قلنا اصلا لما مش مش هاخد الدhovicial بتاعتي واردتها من الميميرر. انا على ردتها من ال lil y all. يبقى انا مش هريد من الميمير حاجة. يبقى انا كده ايه? زيرو. هبعمل برانش? لأ. بعمل جمب? لأ. طيب. خلص يبقى انا كده خلص الجدول بتاعي. فاضل له بس ان انا اقول له ايه اللي حصل في الكنترول سيجنال? هنقول له ان احنا اد نيو فاليو. تمام? للايه? للايه اليو اوبريشن. تمام? مش راح ده اللي عملنا فعلا اهو. بص 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 اهي. مش احنا زودنا هنا الواحد الواحد ده. اللي هو بيعمل شفت ليفتي. يبقى هنقول ان احنا بقى مش في الكنترول سيجنال احنا هنقول في الاليو. تمام? كنترول. عملنا اد نيو. خلي بقى لك ايه هتقول له واد نيو فاليو. اللي هي ايه بقى? اد نيو فاليو. اللي هي عبارة خلي بقى لك الاليو كنترول سيجنال اللي هي طالع من هنا هي. اهي دي. ماشي? اد نيو فاليو. اللي هي عبارة عن وان وان زير وان. دي بتعمل ايه? بس كده. ادي انت كده حلية السؤال بتاعك بمنتهى الجمال وبمنتهى الوضوح. وبنسبة كبيرة يعني تقريبا نفس صريحة الحل. ماشي? اه مش محتاج اقول لك طبعا ان انت لازم الجدول ده ترسمه له. لو انت هتعدل في الاليو اوبريشن زي ما قلنا اللي هي اللي تحت دي. لازم ترسم له الجدول ده. اعلى بقى نشوف السؤال التالت بيقول ايه? السؤال التالت بيقول لك ايه? ان انا السؤال ده زي سؤال وان. هنعرف دي دي اه هتساعدنا في ايه في السؤال ده بالزات? ماشي? بيقول لك ايه ان احنا عايزين نزود ايه? عايزين نعمل. اف لود وورد. ايه بيقول لك هو عايز يعمل لود وورد. طبعا? بس مع لود وورد يروح مزود اللي هو في الار اس يزوده اربعة. طيب كلام جميع محترم. ايه افطل لودين وورد فروم زا ميموري? ماشي والانسترقشن يسميها لك ايه? اه لود انكريز. الانكريد. طبعا? او انكريمنت. يعني شوف انت عايز ساميه ايه. طبعا? explain why it's possible to modify the single cycle implementation to implement the i اللي هي ااة ام لود انكريمنت. انسترقشن يموت اتبقى the register file. طيب. اهو ده تي احنا اتفقنا ان في اول سؤال خاص اتفقنا ان احنا عايزين نعمل كل انسترقشن تاخد ايه? single cycle. طح يبق انا لما اجي اقولك ان عندنا انسترقشن اسمها load increment يبقى دي كمان لازم تاخد single cycle. طيب وهي اصلا بتعمل جواها طيب ازاي ازا كان هي اصلا قلنا اللود والاد اميديت كل واحدة منهم هتعمل ايه كل واحدة منهم هتاخد بفود فاحنا كده مضطرين ان احنا عشان ننفس دي في يبقى لازم دي ودي يشتغلوا موزين لبعض طيب كلام جميل ومحترم جدا تعال بقى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي بس الاول ننفس خطوات الحال بتاعتنا ان احنا هنقول اول حاجة من نشوف الاي ان كلمانت دي بتاعمل ايه هتلاقي ان هي عبارة عن ان بتقول ان الار تي بيستاوي الكونتنت اللي موجود جوا الار اس زائد الايه زائد الال هم وفي نفس الوقت بقى هنا الجديد بقى الجديد ان انه بيستاوي ار اس زائد ايه زائد اربعة طيب كلام ده محترم جدا تعال بقى نشوف انت دلوقتي عشان تنفز يبقى لازم ده يبقى موازي للده يعني دي كده تبقى موازية للدي شغالين في نفس الوقت طيب عشان دي تبقى موازية للدي وشغالين في نفس الوقت هتعمل ايه هتقول ان انت هتنفز واحدة تمشي عالحادات الاساسية بتاعتك اللي هي مش انت قصا كده كده عندك بنتنفز بشكل طبيعي من غير ما تزود لها اي حاجة يعني دي اعباره عن اللودورد واللود وورد ماشي بشكل سلس جدا أصلا طيب خلص يبقى أنا هتعتبر إن أنا اللود وورد دي هتنفس بشكل طبيعي جدا ودي هزودها أنا بقى يعني اللي هي القديميتر دي أنا هزودها بقى إيه أنا موازية بحيث أنها تشتغل بشكل موازي لللود وورد هفاهمك كل حاجة بالتفصيل ما تقلقش بس تعال بس نقارن ما بين إيه الـ I increment واللود وورد اللود وورد الأصلا الأساسية عبارة عن إيه RT بالساوي R S الكونتر اللي موجود جوه R S زائد L يبقى أنت هتلاقي فعلا فعلا إن الاختلاف دي بس يبقى دي الاختلاف كله طيب هنعملها إزاي بقى إنت عندك أصلا اللود وورد شغال عادي جدا طبعا فإنت دلوقتي هتزود بس اللي هي إيه R S زائد الأربعة دي بتستوي R S زائد الأربعة طيب تعال بقى نبص يبقى أنت كده اللي إنت عايز تزودها دي عبارة عن إيه إن إنت بترايت في R S يبقى دي ميزة يبقى دي أول حاجة أنت عايز تعملها إن إنت عايز ترايت ترايت في ال R S صح؟ وعايز كمان تينكريمنت ال R S بالA باربعة يبقى دي كمان حاجة تانية إن إنت عايز تزود أربعة طيب تعال نبص إنت دلوقتي المفروض إن عمالية التزويد تعالنا دي بعمالية تزويد عمالية تزويد دي إنت المفروض إن إنت هتعملها بالA L U بس إنت الA L U عندك شغالة أصلا للود وورد صح؟ للود وورد فأنا خلاص أنا هعتبر إن أنا دلوقتي هعمل A L U موازية لها تمام؟ لأن إحنا اتفقنا خلاص إن الأساسية عندنا هي اللود وورد فهي اللي تستخدم الحاجات الأساسية اللي عندنا اللي هي ال A L U بتاعتنا الأصلية طيب هنا بقى هتعمل إيه؟ هتعمل A L U مجرد بابتعمش حاجة غيرية تجمع أربعة يعني هنا هتروح إيه أقيل لها هنا أربعة تمام؟ وأقيل لها إن هي هنا هتاخد إيه؟ ال R S مش هنا قلنا ال R S ده هو اللي بيساوي بص هنا كده أهو ال R S ده وده هنا طالع من هنا R S برضو طيب الكلام جميل ومحترم جدا طيب يبقى انت كده عملت إيه؟ حتة من ال R S بتساوي R S زائد إيه؟ زائد أربعة لأ عملت هنا R S زائد أربعة لكن لسه ما كتبتش على R S فتعالي نبص هنا كده هل هنا فيه إمكانية إن انت ترايت على R S أصلا؟ لأ إنت هنا ما مينفعش إن انت ترايت على الر S ليه؟ لأن انت انت هنا ال FUNCTION الأصليه اللي هي اللود بتراية على RT وإنت عندك رايت 1 بس بكان 1 رايت أهو أعلى إنت شايف هنا رايتة رجيسطر 2 إنت شايف رايت 1 بس و رجيسطر رايت 1 بس يعني فإنت شايف هنا ده بياخد بالتاية واحدة يزير والخ فكأنه بيعمل الريت 1 بس يبقى أنا كده خلاصة الكلام ان انا محتاج ايه اتنين رايت اه يبقى انا كده يبقى انا كده دي مشكلة لعندي يبقى اني هغير الريجستر فايل ده طيب تعال بقى نشوف ان احنا الريجستر فايل ده هنغيره بايه هتقول دلوقتي ان انت الريجستر فايل ده هتغيره بريجستر جديد ريجستر جديد ده بفي ايه الريجستر الجديد ده تعال نكبر كده اهو ريجستر جديد خالص 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 الريجستر الجديد ده في ريد ريجستر وان وفي read register 2 فكنا احنا المسألة دي قصة ما عملناها قبل كده ايه لو تفتك وwrite register 1 بقى لان احنا عايزين 2 write وwrite register 2 طيب وعندنا كمان ايه write data 1 وعندك هنا write data 2 تمام قوي كلام ده جميل ومحترم جدا طيب read register 1 هتبقى زي ما هي ايه هتاخد الر اس الر اس اللي هي ال bits من واحد وعشرين لايه لخمسة وعشرين طيب هادي كده دي الر اس طيب انا قلت ان انا write انا عايزة write على ايه على الر اس برضي بانا هاخد الر اس وبرضو هحطها في write register number يبقى هو نفس نفس هقرأ وهزود عليه يعني انت حتى اصلا لو بسيط هتلاقي ان انت ايه ان انت هنا هتقرأ منه اللي هو الر اس زائد ال يعني هتاخد منها الر اس وتجبعها الر يبقى انت كده هتريد من الايه من الر اس وفي نفس وقت هتريد عليه ان انت هتزود عليه الاربعة تمام يبقى انت ده هتريد وتريد منه طيب داخلك ايه داخلك زي ما قلنا عملية ايه ده هيبقى الار تي تمام طيب طيب والseat الرايت رجيستر هتبقى بقى ايه هتبقى الرايت العادية جدا ان انا هدخل هنا ماكس تمام يختال لي ما بين ما بين الارتي والاردي. تبا؟ يبقى ايه? هيختل ما بين الارتي. هيختل ما بين الارد. يبقى ادي كده الارتي وادي الاردي. فايل. كلام جميل جدا. طيب الراية داتا وان. يبقى انا كده هيجيلي هقدر هنا ان انا اجيب. تبا? واقدر اجيب. هنفهم دلوقتي كل حاجة تتنفس ازاي? بالتفصيل. ما تستعجلش. طيب. ركز في حاجة بقى. احنا نسين حاجة مهما قوي الانيبل. الانيبل مش احنا كنا عاملين. الريجستر. ايش ده بتاع الرايت اصلا? اللي احنا لما اتكلمنا قبل كده نقولنا ان الرايت لازم يبقى ليه بس هنا في الحالة الاولانية كان بيبقى بيتهاي واحدة لان انا عندي واحد بس. هنا بقى هيبقى عندي ايه اتنين رايت. صح? يبقى انا لازم يبقى ده اتنين بيت. يبقى بدل ما كان واحد بيت حولتو بقى ايه اتنين بيت. طب كلام جميل محترف. ادي بتاعي الجديد. يبقى هو لازم علشان انفز التوق انستركشنز دول في نفس السايكل. يبقى انا لازم اخليهم بر البعض. عشان اخليهم بر للبعض. يبقى انا لازم اعمل آآ الريد والريت يتموا على الار اس في نفس السايكل. صح? وده اللي انا عملته هو. ادي الار اس بريد منها. هتطلع هنا ار اس. تفهم? وبرايت عليها هتجي لي مسلا ايه? اللي هي الار اس اللي هي الار اس زائد الفور. تفهم? دي هترايت على داتا وان. اللي هي داتا وان بص اهي. 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 تفهم? اللي هو ايه? الار اس. اهي. الوقت معي? الوقت معي. طيب. خلام جميل ومحترم. يبقى انا دلوقت ايه بقى? انا قلت ان تعال نشوف بقى ايه اللي هيتعدي. يبقى احنا قلنا اول حاجة هتتعدل اللي هي ايه? الريت هتبقى كده. طيب. تاني حاجة هتتعدل ايه? ان انا الار اس دا. خلص انا ا قلت ان هو هادخل واسط منه على الee. وعدخل الواص طاني على ايه? الريت ريستر تو. ده كل ده في الداتا بات. يعني دي. يبقى انا عدلت هنا في الكنترول دي. دي. تمام? بس التعديلة بقى اللي حصلت في التوصيلات الجديدة دي دي تعتبر ايه? دي تعتبر تغيير في الداة باص. طيب الكلام جميل ومحترم جدا 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 جدا. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي? انا دلوقتي هاجي اقول له. اني انا آآ هزود هاخد ال 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 الناتج الجديد ده. اللي هو طالع من ار اس بلاس فور. هاخده كده كده اهو. بس 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 هدخله هنا. تمام? وده خلاص احنا هنالغي الريجستر فايل القديم ده ها? يعني انا كل ده بتتكلم في ريجستر فايل جديد. فهم? والريت داتا تو اللي هي الاصلية العادية جدا اللي انا اللي هي كتدخل هنا دي. انا خلص مش اخدها من هنا اخدها من هنا كده. ودخلها على الريجستر فايل الجديد بتاعي بقى. كله جديد في جديد. ها? ادي كلام جميل وبحترم جدا 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 جدا. طيب هلامل ايه بعد كده بقى? انت كده خلصت التعدلات بتاعتك كلها. فاضل ان انت ايه? تبص بس ايه? عايز تتأكد. تتأكد ازاي? ان انت داتي مسلا انت الفونكشن بتاعتك جات لها ايه? اه لود او نخليها لود. تمام? انكريمينت. تمام? راح تبصت على الوب كود بتاعها ولقيتها فعلا لود انكريمينت. تمام? هتعمل ايه? هتروح اول حاجة مديها هنا امر الاليو اوبريشن هتعمل امر جمع عادي جدا لان هي هتعمل لود. يبقى احنا قلنا الاساسي خلاص اللود بتاعك. تمام? ادي كده زيرو زيرو. وهتروح مطلع هنا امر الجمع اللي هو عبارة عن ايه? لو تفتكر في الاليو. ده خلي بالك يعني في الحيطة دي انت مش مطالب بحوار الاليو ده بس انا بايه? بس يعني بوضح لك الصورة كاملة. زيرو زيرو وان زيرو. تمام? دي اللي بتعمل ايه? عملية الجمع. تمام? هنا برضو انت باخد عملية الجمع. خيب. دخلت هنا عملية الجمع. عملت جمع للار تي بقى. تمام? خلي بالك ان انت خلاص انت هتوصل دي اللي هي الار تي. تمام? هتوصلها بده. اهو 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 اص اص. بدل دي. ايه كده. تمام? يعني كده انا كده هتشيل الريجستر فايل قديم وتحط الريجستر فايل ده. بس انا عشان مش هادع حرسمها عشان ما تبصر. طيب. انت كده ده ده دخلت الار تي اللي هو اللي جاي من هنا ده اهو. تمام? طيب انت خلي بالك ان انت هنا ملقبتش في الريد. انت لقبت في الريد. فانت الريد عندك زي ما هو. يبقى انت دخلوا على الارش انت كده هتدخلوا هنا على ال ايه هتدخلوا على الريد اللي جاي من هنا. يعني بدل القديمة دي. هننغل القديمة دي. اهيه? هتا دي. وندخلوا هنا على ايه? عالجديد. طيب. انت داتي هتدخل على ايه? على الار تي. هتروح هنا ال ايه ليو سوس بتاعك هيبقى كام? هيبقى بزيرو. لان انت عايز تختار ار تي. صح? طيب. كلام جميل ومحترم جدا جدا جدا. بقى انت ايه? محتاج هنا زيرو. هتروح هنا جامعة وتروح داخل هنا عاملة عملية اللود ماشية طبيعي جدا. تبا? طيب مع عملية اللود بقى هتمشي عملية ايه يا صديقي الصدوق? هتمشي مع عملية انت تلوقتي يواخد من الار اس اهو. واخد من الار اس. ماشي. وصلة. تبا? الار اس هيروح برضو شغال. وهنا. تبا? اهو. اعمالك بشكل احس. اهو. الار اس انا عملت ريجستر فايل تحت. انسر ريجستر فايل اللي فوق. تبا? ريجستر فايل تحت اهو. عملت الار اس وروح تدخلته هنا اهو كده. اهو. دخل هنا. تبا? هاخد منه وصلة. ودخله على الايه اليو الجديدة. تبا? هتروح عاملة بلاس فور. البلاس فور دي هاخد دي. هاخد الاراية بتاعتها. تبا? والاراية بتاعتها هوصلها مباشرة على ايه? على الار اس بلاس فور. اللي هو الرايد داتا وان. بس كده. تبا? ادي كده انت تعتبر عملت لود وعملت في نفس الوقت. وخلي بالك ان انت الناتج بتاع ده. حصل لك ايه? وصل لفين? وصل ليه هنا اهو. اهو 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 اهو. كده 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 كده. الرايد داتا تو. اولا احنا اصلا عملناها. عملناها ايه. بص ايه. احنا قلنا ان الناتج اللي طلع من هنا ده. وصل لدي. تبا? انا عايف الرسم باللغبات شوية بس هي الفكرة ان انا رسمت ريجستر فايل جديد. فده اللي انا عايز اوصله لده بس. تمام? كلام ده جميل ومحترم جدا 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 جدا. طيب. تعال بقى اواريك حاجة حلو قوي. انت دلوقتي في لما حطيت تعال نمنا الجدول اول. الجدول. انت قلت اول حاجة ان اللود وورد احنا عملناها قبل كده قلنا ان انت هتدي هنا جمع. وقلنا الاليو سورس انت هتاخد من الاميديت فانت هتدي له واحد. تمام? يا هترايت ع الرجستر تمام? هي تحط في ال احنا قلنا ان ه الزيرو. تمام? كلام ده محترم جدا. والمميري ات هتاخد من الميموي فعلا فانت هتقول له ايه واحد. صح? اهو هتاخد من الميموي يبقى هتقول له واحد. طيب. اه الميمري رايت هترايت ع الميموري? حلو هتليت من الميمو discouraged. تمام? طيب Nothing 실�عمل bunch. طيب تعال بقى هامل بان شوال هامل جاء. تعال بقى نبص على على الجديدة بتاعتنا اللي هي اللود انكريمنت. اللود انكريمنت هتقول ان انت هتعمل عملية ايه? خلاص احنا دي في القديمة ماناش دعو بيها. احنا خلي بالك اي سؤال بننقل فيه. احياء بنرجع على قديمه. اللي هي ال الارسمة الاصلية. فهم? طيب. هتعمل هنا عملية ايه? احنا قلنا ان اللي هيمشي طبيعي جدا اللي هو الجمع. ال ايه? هنا خلي بالك. هنا واخد الزير والزير عادي. مش يا بايه? زي اللود بالزبط. يبقى كده زير وزير. طب ليه ما عملناش الجمع? لان احنا قلنا خلاص الجمع هنعمله في جديدة والا الو دي هتعمل جمع بس. فانا خلاص انا هنقول ان هي هتاخد جمع بس فانا مش محتاج لها يعني مش محتاجها تقول لها انت هتعملي جمع ولا هتعملي اندو ولا هتعملي ار لأ انت خلاص انت محتاج غير جمع. فانت مش محتاج يعني تتحكم فيها في الحاجات اللي بتعملها. لكن انت هنا انت بتعملش غير واحدة بس. يبقى انت مش محتاج مش محتاج كنتر سيدة. طيب كلام جميل ومحتارة. طيب يبقى انت كده هتاخده منين? قلنا ان انت هتاخده من الار من الريجستر فايل عادي جدا. يبقى انت هتقول ان هي هتبقى واحد زيها. طيب. طيب. تعال نتأكد كده? اه. سوري. هتاخده من الاميديت. فانت عندك اهو. طيب? واحد. طيب. الريجستر هل بتريد عريجستر? اه. برايت عريجستر. طيب الريجستر ديستي نيشن. بس يركز في حاجة بقى. احنا عملنا غلطة غبية. احنا مش قلنا ان الريجستر ريت عندنا. بقى two bits. صح? بقى two bits. يبقى انا دوقتي الريجستر ريت ده. تركز في حاجة. to register ريت ده بقى two bits. بالتاية ع الشمال. بالتاية ع الشمال دي بتايه بيت ايه? بت اينابل. ريت. تو. وبتاعليمين اللي هي بت اينابل. رايت. ون. رايت ون ده اللي هو بتاع بتاع الايه? الار اس. صح? يبقى انا في حالة اللود وورد هل انا برايت على الار اس? لا. يبقى انا لازم لما لما اغير في الريجستر رايت يعني داتي هوا. اعلم لك عليها ان الريجستر رايت دي تعلمت بقيت ايه? طبت. تمام? يبقى انا لازم لما اوري له كمان التغيير اللي انا عملته ده في حالة اللود وورد العادية. يعني اخفل بتاع Second ayudية صح؟ طيب. في حالة بقى انا برايت عل-rs يبقى لازم اخلي ده ايه واحد. مهمت. طيب وفي الحالتان انا برايت على على اه اه بعمل اتنين لان الرايت اتنين ده هو اللي برايت على ты. وانا في الحالتين بص في الحالتين برايت عالارتي. يعني في حالة اللود وورد برايت عالارتي. وفي حالة اللود برايت عالارتي. لكن الار اس برايت عليها في حالة بس. تفهم? ادي كده السؤال بتاعنا. طيب تعال نكمل. انا بعمل في حالة خلي بالك ان هنا بقى هي مخصوصة للايه? للفنكشن السالي بتنفذ. اللي هي اللود وورد. قلنا اللود اللي هي اللي هو زائد اربعة دي. دي حاجة جانبية بتتنفذ موازية لها. طيب. طيب للرؤية ايه? هتمشي عادي زي. زي. زي przede? دي اه. زي زي اللود وورد. يبقى زي هتمشي زي. برضى بعد ريت من من المموريت ورجيستر. هل بعمل مموريت? لا ام بعملش من ريت. هل بعمل مموريت? اه بعمل مموريت. طيب? هل بعمل برانش? لا ام لعمل حل بعمل كانب. خلاص انت كده تعتبر خلصت الجدول بتاعكل وخلصت كل ح�. فاضل بس تقول ال ConsultWAN انت عملت فيها ايه? يبقى انت تقول له ان الكنترول انت مغياطش غير حاجة واحدة بس. الكنترول ان انت خليتها عبارة عن ماشي? الموز بتعمل اللي هو بيرايت عالارتي تمام? وعنزل اللي هو بيرايت اه سوري ده اللي هو بيرايت على الارتي وان اللي هو بيرايت على الار اس. وعشان تتأكل اهو. لص? تايفنا? احنا قاملين الرايت ريجستر وان. اللي هي عاملينها لايه? للار اس. بس كده. ادي كده السؤال بتاع القلص بمنتهى الوضوح ومنتهى الجمال. بس كده. تعال بقى نشوف السؤال ده بيقولك عايز ايه? السؤال ده بيقولك يا صديقي ان هو عايز ينفذ الجنب اند لينك كمان. طيب. نمشي بالخطوات الجميلة تاعتنا. اول حاجة لنشوف الجنب اند لينك دي بتعمل ايه? تمام? هتلاقي ان الجنب اند لينك دي بتعمل جنب. تمام? نفس الوقت بتعمل ايه? بتكتب على الار ايه تمام? البرو جرام كاونتر بلاس فور. تمام? الكلام ده جميل ومحترم جدا. تعال بقى تاني خطوة ايه? كنا بنكتب الحاجة اللي شبهها عشان نبدأ القارن ما بينهم. تعال بنبص كده ايه اللي شبهها من الحالات اللي فوق دي? انت هتلاقي الار فورمات? لا مش شبهها. البرانش ايه كون مش شبه? هتلاقي ايه اللي شبهها? الجنب. تمام? هي اصلا جي فورمات. يعني هما حتى لو انت مش عارف فهي جي فورمات. فهي الوحيدة اللي هنا جي فورمات هي ايه? هي الجنب. طيب تعال نشوف الجنب كانت ايه? كانت بتعمل ايه? الجنب كانت مجرد ان هي بتعمل جنب بس. صح? طيب تعال نبدأ ايه? خطوة التالية ان احنا نقارن ما بينهم. نقارن ما بينهم دي ازاي? نقارن ما بينهم. هنشوف ايه الفرق ما بين دي و دي. دي بتعمل حاجة زيادة بس ان هي بتكتب على الار ايه. طبع? البروغرام كونتر بلاس فور. يبقى التعديل اللي هيحصل هيحصل بس ان احنا هنكتب. طيب تعال بقى نروح للرسمة بتاعتنا. ونشوف عملية الكتابة اصلا بتتم فين? انت هتلاقي الراية الدايتا هاي? طبعا? ايه الراية الدايتا فين? وصلت هيا هاي. طبعا? دي خطوة دي خطوة الرابعة خلي ا problematic ان احنا بعض الفرق ما نشوف الفرق حصل فيه? نشوف اصلا تفايد عبارة عن ايه? ونروح له في الرسمة. طبعا? فانت هبصها هتلاقي ان الراية الدايتا هي. طبعا? انت الراية الدايس بتجيلك من هنا. الراية الدايس يا اما بتجي لك من الميموري. طبعا? يا اما بتجي لك من. طبعا? احنا بقى عايزين احنا نزود حاجة كمان. احنا عايزين نزود ان هي الجنة من البروغرام كاونتر بلاس فور. فالبروغرام كاونتر بلاس فور دي جاي لك من ايين اهو. بص هتلاقيها اهي. هدي بروغرام كاونتر بلاس فور اهي. طبعا? هتعمل كده. 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 اهو. مش ده البروغرام كاونتر بلاس فور وخدناها في الرسمة وعرفنا ازاي. وتروح ايه وتروح لصديق المزود الماكس ده واحد كمان. تمام? فتزود الماكس ده. هتلاقيه داخل هنا. يبقى انت كده ايه? انت كده زبطت ان هو يختار لك انه يكتب دي البروغرام كاونتر بلاس فور. انا بس نشيط دي. تمام? خيب. تعال بقى ايه? ننظم كده الدنيا بتاعتنا. هتلاقي ان انت هو مساحنا ده كده وايه? وهنكتب ده? بروغرام كاونتر بلاس فور. بروغرام كاونتر بلاس فور. طيب. مش راحنا ده تعدلنا في الماكس ده. بقدام عدلنا في الماكس. يبقى لازم نعدل في بتاع الماكس كمان. طيب بس تبدأ الماكس اللي هو ايه بص كده? هتلاقي الميموري تو ريجستر. الميموري تو ريجستر ده. كان بتاية واحدة بس صح? كان وان بيت. طبام بتختار ما بين الميموري والايه اليو. يبقى احنا كده هنخليها ايه? احنا كده هنروح نخلينها اتنين بت. ليه? لان احنا زودنا احتمال كمان. فاحتمال كمان يبقى لازم تزود بتاية كمان لان انت اصلا كان عندك احتمالين ببتاية واحدة. يبقى تلات احتمالات يبقى بتايتين. طيب يبقى انت هتخليه اتنين بت. طبام? فانت هتدي اول هتقول مسلا ان ان انت آآ الزيرو والزيرو دي هتعبر لك عن ايه? عن الاليو. تمام? والزيرو والواحد هتعبر لك عن تمام? لانت كده عادي. يعني انت كده كأنك في القديمة خالص تمام? وبعد كده هتقول ان الواحد والزيرو هيعبر لك عن ايه? هيعبر لك على يبقى دي اول تعديل عندنا في في وفي اللي هو ده. ان احنا زودناه وخليناه كمان يشمل ايه? طيب وفي اللي احنا زودنا الميموري تو ريجستر تخلي لها ايه? اتنين بيت. طيب كلام جميل ومحترم جدا جدا جدا. دي بقى دي كده دي ايه? دي بقى اتنين بيت. ويفضل ان انت اكتبها على رأس مكان. طيب تعال نشوف. هل احنا كده زبطنا الرايت بس? لا انت ما تنساش ان انت كمان عندك الرايت ريجستر ان انت بتختار الريجستر اللي بتعمله ريت. طيب لما نختار الريجستر اللي بنعمله ريت. هتختاره على اساس ايه? هتختاره اساس ان انت دلوقتي هتيجي تقوله. اه الريجستر اللي بنعمله ريت هو ايه اصلا? هل هو الارتي ولا الار اس? سؤال مهم قوي. هل هو احنا بص قد قولنا هاي. دي ارتي ودي ار اس. ودي ار دي سوري. هل هو هل هو ارتي ولا ار دي? تعال كده اقول لها حاجة بقى ان احنا كده بنفكر غلط. ليه? لان انت اصلا الجنب اندلينك دي عبارة عن جيه فورمات. هل هي فيها ارتي ولا فيها ار دي? لا. ولا فيها دي ولا فيها دي. لو تفتكر الانستركشن فورمات كان الجنب اللي هي الجي فورمات كانت عبارة عن ستة اوب كود على الشمال وبعد كده ستة وعشرين بيت الادس. طيب ما انا كده ايه كده انا يعني مش عارف عاملها ولا ايه? لأ انا هقولك حاجة حالو او ايه بقى. انت دلوقتي انت لو ركزت هتلاقي ان انت دايما بتكتو على الار ايه. والار ايه دا لو تفتكر كان هو رجستر رقم كام رقم واحد ثلاثين صح? طيب خلص يبقى انا ممكن ازود في الماكس ده احتمال زيادة. يعني بدل ار تي وار دي بس. يبقى ار تي او ار دي او الريجستر واحد ثلاثين. والريجستر واحد ثلاثين ده يتفعل بس في حالة ان هو كان ايه? يتفعل بس ان هو في حالة كان الجنب انت لينك. بس كده. يبقى انا كده زبط بتاعي هنا ولا ما زبطتهش يعني انت هتلاقي هنا كده واحد اهو وهنا اتنين. واتنين ده يبقى عبارة عن ايه? اتنين يبقى عبارة عن الرجستر رقم واحد وتلاتين. تمام? وعدك كده تاخد السلكتور ده وتحطه هنا. خيط. بدأ ما عددنا في الماكس بلازة نعض في السلكتور. يقاعدة ثابتة. تمام? طيب السلكتور بتاعك كان اللي هو ايه يبصها تمشي من فوق كده او تمشي من تحت وتمشي تمشي تمشي تمشي. تقى الرجستر بتاعك السلكتور هنا هو بتاعت الرجستر دي سيناشن. طيب الرجستر دي كات واحد بت. كاتية زيرو بتعملك الار تي. يا واحد بتعملك الار دي. طيب انا دي زيابتين عايز زودها انا زودت اrostي احتمال كمان. يبقى انا دي هزودها هخليها ايه هخليها اه الزيرو والزيرو يعبر لي عن الايه? الار تي. تمام? الزيرو والواحد يعبر لي عن الار دي. طيب. عند فاضل ايه كده? الواحد والزيرو. الواحد والزيرو ده هيعبر لك عن ايه? رجيس locom 1 دي. بس كده انت كده هل وده طيبرا تقول ان انده بقى اه اتنبت. طيب launch انت كده نفست ولا نفستش اه نفست ما خلاص انا دلاتي عملت اللي هي الار ايه بالساوي كده اتنفزت الجال ولا ما تنفزش اتنفزت الجال شايف السؤال خاص بمنتهى الوضوح والجمال ازاي? ايه بداتي لما تيجي تملى الاولى هتلاقي ان انت ايه? الاول حاجة تملىها الجمب. الجمب طب بتاعت الجمب كنت ايه? مش مهتم. هو انا كنت بعمل اصلا? لا مش مهتم. طيب. بدا من اصلا متعملتش في غيابا برضو مفيش تمام? بس انا قاعدة بتركز في حاجة. اول ما تيجي الحكاك اللي عدلناها هنبدأ نعدلها في الاتنين تمام? عشان انت امركز معاك. طيب في حالة الجمب العادية في الجمب العادية هل كنا منكتب? لا. كناش منكتب. كنا منكفل الريجيستر رايت. بدأ بقى فاني الريجيستر رايت. قلت لك ايه? البعديهم باكساد. دول باكساد. تمام? طيب هل كنا من رايت الميمري? لأ. هل كنا بنريد على الميمري? لأ برضو بنريد من الميمري? لأ. طيب هل كنا ببرانش? لأ. هل كنا بنجمب? اه بيكوننا بنجمب. طيب هيجي بقى هنا هيقولك حاجة حالو قوي عايزك من الحوزة كده وتغير تركز فيها. لما هيبقى اتنين في اتنين ماكس واربعض. ركز اوي ركز اوي في اتنين ماكس واربعض. ده بتاع الجمب. وده بتاع ايه? لو لو التاني. لو التاني عملناه بواحد. الاولان باكسات. تمام? حلو كده? انا عايزة تضي ايه? دي كده تبقى عارفة. طيب انت عايز تفهمها ليه? هقولك ليه بقى. بص انت دلوقتي لو اخترت الجمب بواحد. هل انت اه مهتم حصل برانش هنا ولا ما حصلش? انت كده كده اصلا ما اخترتش الفرع ده. فبدأ ما اخترتش الفرع ده يبقى يحصل برانش ما يحصلش. انا مش مهتم. انا كده كده هختار ايه? هختار الفرع ده. الفرع ده هو اللي هيعدي هو اللي هيعدي هنا هو وهيكمل. تمام? يبقى دي كده ايه? انت كده فهمت? يبقى لو اخترت لو اتنين ما اكسر بعض. واخترت التاني شغلته يعني اخترت بواحد. يبقى الاولاني بايه? باكسات. تمام? هي طبعا مش بواحد. هي بتختار الفرق اللي التاني مش داخل عليه. يعني اللي الاولاني يعني انت مفوض اني الاولاني اني خشش على التاني. تمام? لو انت في التاني اخترت اه اللي الاولاني مش داخل عليه. يبقى انت كده ايه? يبقى انت كده اخترت ايه تعمل التاني اكسات. تفهم? انا كده في حيندك الطريقة وبصمكت هلقك. يعني شوف انت حاجة طبقية. طيعا نشوف بقى ايه. طيب. في الجنب اند لينك. هل انا مهتم بالA-A-L-U? هل انا جبت سيرة اصلا الA-A-L-U هنا? انا عملت الريت من بره بره. بقى ايدي على الA-A-L-U اصلا. يبقى انا كده برضو هنا مش مهتم بالA-A-L-U. طب هل انا مهتم بالA-A-L-U بوضو مش مهتم بيها? هل انا عملت على الريت عرقيت على الريجستر? اه ركز. انا هنا عملت رقيت على الريجستر. تمام? طيب. تعالي بقى نبدأ نركز. خل Tack به ق stood for an effective throwback. انا عايزك في الاول? معنش انا عايزك في الاول تعلم على الحاجات اللي احنا عملنا لها. تعلم على الحاجات اللي احنا عملنا لها تعديل. يعني قبل ما نعمل خاطفة الده كان المفروض نعمل خطفة ان احنا ايه? نعلم على الحاجات اللي عملنانا تعديل. يعني دي هنقول ان هي بقت اتنين بيت. تمام؟insp NFUM فلما تبقى اتنين بيت يبقى لازم لما نحطشاس واحدة احنا نحط اكسين تمام؟ طيب تعال معي يا ركز تاني. ايه اللي عملنا له تعديل تاني? ال Billy'schlossen هنا برضو دي بقت اتنين بت. تمام? ركز معي. طيب برضو لازم هنا نحط اكسين. ركز اصحى تمام؟ يبقى انت كده لما تيجي هنا بقى تختار تختار بقى هنا ايه زي ما اختارنا هنا. يبقى لما في حالة هنكتب على في 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 هنكتب على حالي ايه? يبقى واحد وزيرو طيب وهنا هنختار واحد وزيرو برده عشان نكتب على واحد تلاتين. طيب يبقى انت كده هتختار في الحالتين واحد واحد وزيرو. طبام? كلام جميل وحترم. هل هلا يمموريه? لا. هل هلا يمموريه? لا. طيب. هلا يمموريه? احنا قلنا خلاص احنا هنشغل الجنب فهنافل ايه? البرانش. قاتل كده المسألة بتاع تقصد يا صديقه بمنتهى الجمال وبمنتهى الوضوع. فتعال نأكد كده دي حاجة خطوة دي التأكيد انت بدات عملت jump and link. جات دخلت على ال in-struction of code بتاعها دخل هنا. تمام? ال of code راح التعرفت ولقت فعلا ان هنا jump and link. تمام? هتروح عاملة ايه? هتروح عاملة ده بواحد وزيو. وهتروح عاملة ده بواحد وزيو. الواحد وزيو هنا هيخليك تكتب ال program counter plus four. خلي بالك ان انت ال program counter plus four ان اخذ وسطهم فين من هنا اهو. ايه. انت هتاخده. وده اللي هيروح على المين. طيب ال write register هنختاره منين? من ايه? من register destination اهو. لو اخترت واحد وزيو هيروح نختار ال 31. يبقى انت كده كأنه بتقول لي اعمل register write على الرقم 31. واكتب هنا program counter plus four. بس كده. ادي كده. انت احتاجت حاجة تاني? ما احتاجتش حاجة تاني. طبعا وانت ايه? شرحت مشغل jump هنا. فهيعمل ايه? هيعمل عملية jump عادي جدا 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 جدا. بس ايه. ادي كده السؤال خلص. طبعا لما تيجي برضو في الاجابة النهائية لازم تقول له ان انت في control signal عمالك تعديل ان register اه اللي هي الميموري. بقت ايه? بقت اتنين بيت. ها? وعندك ال register destination. بقت ايه? بقت كمان اتنين بيت. ده لازم ايه? ده التعدال ان هو قالك define any ايه? اي تغيير هتعملوه او اي control signal هتضيفها زيادة. طيب تعالي صديقي بقى نبص على السؤال ده. السؤال ده بيقولك ايه? انا ايه? jump register بتعمل jump لادرس موجود في ايه? في ال RS. تفهم? ودي كانت ايه? ليه? لان jump register اصلا كانت R format. افتكر كده ال instruction format. تفهم? لان ال jump register دي عبارة عن ايه? عن R format. طيب ماشي. R format يعني الادرس عندك متخزن في ال RS. طيب. اه المفروض ايه اللي شبهها من هنا? اللي شبهها من هنا هو ال J. يعني ال jump. ده الطبيعي. طبعا? ان انت تقول ان ال jump register شبه ايه? ال jump. بس ال jump بابتعمل ايه? بتعمل jump ل ايه? ال address. ال address ده بيكون موجود في ال instruction format نفسها. لو تفتكر ال J format كان عندك ستة اوب كود على الشمال وستة وعشرين بيت خاصين بال address. واللي كنا بنقعد نضربهم بقى نحط لهم باتنين بيت على زيرو هنا على اليمين. ونحط ال program counter الاربعة بيت على الشمال. فاكر انت الحوارات دي? طيب هي دي بقى. طيب تعال بقى نبص ايه? دلوقتي انت عندك حصلت فيه مشكلة. فيه error في النص. يعني احنا المفروض ان احنا كنا هنمشي نفس الخطوات. طيب? ان احنا نشوف ايه الفرق? والفرق ده نروح له ونشوف هنعدله ازاي? وبعد ده كان نرجع نعمل الجدول. كان نعمل جميع بتاعنا. بس دلوقتي فيه عندك حاجة وقفت في النص. ال R format دي. ان ال instruction دي R format. طيب. لما يجيب لك instruction ويقول لك دي R format. اول حاجة تروح تعملها ان انت تفصلي ال instruction دي عن ال R format. اه. يعني ايه? افصلها? وليه اصلا افصلها? تمام? تعال اقول لك يعني ايه افصلها? تفصلها يعني انت دلوقتي او خلينا في الاول نبدأ ليه افصلها. دلوقتي انت عندك لما control unit ده بيشوف R format تمام? بيلاقي اللي لما بتديره instruction R format بيلاقي ايه? الستة اللي هما طوال اوكو ده هما صفار تمام? فبيروح يحدد نوع الانستركشن دي عن طريق ايه? عن طريق ال control ال ALU control unit. بس المشكلة في حاجة. هنا العودة ليش مشكلة. المشكلة في حاجة ان ال control اللي فوق دي في حالة ال R format بترفع لك flags معينة. بترفع لك يعني بتشغلك control signals معينة من دول. تمام? يعني خلاص هي اول ما بتشوف R format بتتجنن تمام? ويتروح رفعها لك control signals هي خلاص هي مزبطة نفسها على control signals 60. ليش هيتغيروا. فقالنا دلوقتي عشان اعمل ال instructions جديدة. يبقى انا لازم اتحكم في control signals عشان يعني زي ما عملنا قبل كده ان انا بارفع ال register right اروح اغافل الميموري. عايز اعمل حاجة لنفسي انا عايز اكرياتها جديدة. فانت دلوقتي تروح جبرني على ال R format. طب ليه? ما انا مش عايز اتجبر على R format. فقال لك ايه? بقى قاملك اول حاجة تروح تخلي ال instruction بتاعتك دي مفصولة عن R format. تفصلها ازاي? عن طريق ان انت تاخد. تمام? الخمسة بت اللي هم بتوعي ال function بتوعي ال function field. انت دلوقتي يفكر ال R format كان فيه الستة بت العشمال اللي هم بتوعي ال off code كان صفار صح? والستة بت اللي عالمين كان function field وهي اللي بتحدد لها نوع ال instruction. تمام? فانا دلوقتي هخلي نوع ال instruction بتاعت ال R format تتحدد من فوق من control unit. تمام? طيب يبقى انا دلوقتي كده ايه? انا كده فصلت. يبقى انا دلوقتي لما عملت السهم ده كده خدت منديل دي انا كده فصلت. طيب. بعد ما فصلت انا عملت ايه دلوقتي? انا خلاص انا ابدأ اشتغل الشغل بتاعي عادي جدا. ان انا ابدأ اشوف ال jump register دي دي خلاص. انا دلوقتي ال jump register دي بقت عندي كانها function منفصلة عن ال R format. يبقى انا حتى لما ايجي املى الجدول مش محتاج املى الجدل بتاع R format. لان انا خلاص انا فصلتهم عن بعض. تمام? بس ما تنساش انها في الاصطي هي R format. بس انا جبما جيت نفس انفصلت ده عن R format. كلام جميل ومحترم جدا جدا جدا. تعال بقى نبدأ ايه? نحل السؤال بتاعنا ونكمل حطواتنا عادي جدا. دلوقتي انت ايه الفرقة بين jump وال ايه? وال jump register. jump register كانت عندك انه هو بيروح لأدرس موجود في الر اس. طيب. وال jump العادية كان بيروح للايه? لل jump address. طيب. تعال نشوف. يبقى كده اختلاف هنا في المكان اللي هاخد منه jump address. طيب. تعال نبص. ال jump اصلا كان بيحصل فين? امشي مع السهم بتاع jump اهو اهو اهو. هتلاقي ان jump بيتم تحكم فيه عن طريقة حتة دي. طيب. الحتة دي. انا دلوقتي عندي بيتم حاجتين. اول حاجة ان انا اعمل jump عن طريقة اما ال branch. او ال b s او ال b program counter plus four اللي هما دول. يعني دي branch اهي. امم? ودي ال program counter plus four. اه? فانا كان عندي اما ده يعني اما السهم ده يبقى عبر عن ده. اما اللي فوق خالص بقى ان انا اخد ايه? اخد jump address. بص شايفة jump address اهو? او هكمل كده كده كده. يبقى ده ايه? كان عندي هنا jump address. انا بقى لا. انا دلوقتي عايز اعمل حاجة جديدة خالص. خالص بقى انا عايز اروح منزود ان انا option كمان زيادة ان انا اخليه يعمل jump لادرس موجود في ال r s. يبقى انا هروح دلوقتي ال r s اصلا موجودة فين? ال r s. بعمل لها read عن طريق read data one. مش دي كب تبقى ال r s. يبقى انا دلوقتي عايز اروح واخد ال read data one d. ماشي اهي كده 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 كده. واروح ايه? اخليها كمان تزود option زيادة. ازود option زيادة يعني هزود الماكس بتاعي ايه? واحد كمان. طيب. تعال انبص كده على الماكس بتاعك. انت الماكس بتاعك دلوقتي روحت ايه? زودت له كمان واحد اهو 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 اهو. بس ادي كده اثنين. انا كده ايه? دخلت ال r s هنا. طيب. بادام بادام لقبت في الماكس يبقى لازم العب في السلكتر بتاع الماكس. طيب السلكتر بتاع الماكس هنا هو ايه? هو الجمب. اه. يبقى الجمب كده انا زودت احتمال كمان. يبقى انا عايز الجمب ده يبقى اتنين بيت. بحيث مسلا انه هو زيرو زيرو يديني جمب. هم? وزيرو وان يديني. اه لا سوري. اللي هي زيرو زيرو يديني البرانش او او البرانش او البرغرام كاونتر بلاس فور يبقى او البرانش. او البرغرام كاونتر بلاس فور. او عندي ال one ال zero one يديني ايه بقى? يديني الجمب ادرس اهو. اهو بصّي مش كده. هتلاقي ده داخل ايه? داخل عال one ويروح مكمل كده. هو ده اللي ايه? يوصلي. طيب. يبقى انا عامل ايه? ان هو الجمب ادرس. طيب. الحاجة الجديدة بقى ايه? ال one والزيرو. اللي هي بتعمل لي ال rs. طيب. قالك بقى ايه? يعني تعال حاجة كده نتفق عليها احنا مع بعض. احنا كده ايه? سوا. قالك لو انت لو انت التعديل في ال control signal g في الجمب او في ال branch. اعمل لي signal جديدة. يعني ده احسن. تمام? يعني انا دلوقتي اقيت ان انا هاضطر ان انا اعدل ال jump اخليها 2 bit. لا. ما تعدلاش خليها 2 bit. انت عامل لي حاجة دي ده اسمها ايه? ال jump register. تمام? وخلي ال jump register دي هي اللي تعمل jump بدل الجمب دي. تمام? طيب. انا لما عملت ال jump register ده. ال jump register ده هيبقى شبه ال jump اللي هنا. هيبقى هيبقى selector. لان ال jump ده اصلا عبار عن selector لمultiplexer. سانا ال jump register ده برضو هيبقى selector المultiplexer. يبقى انا المفوضة اعمل مultiplexer جديد. تمام? يتحكم لي في ان انا ايه? يحعمل jump register. يحعمل jump عادي. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي ايه? يبقى انا من الكلام اللي انا قلته كده تحس ايه? تحس ان انت لازم المultiplexer الجديد ده يبقى بعد jump ايه? يبقى بعد jump العادي. ليه? لان انا بختار ما بين jump العادي وال jump register. يبقى انا لازم اخلي jump وحاجة تانية. يبقى انا select l. طيب. تعال بقى نشوف احنا دلوقتي خلاص ايبقى انت دلوقتي عندك المultiplexer بتاع الجنب هو. هو ده. تمام? طيب. عامل دلوقتي هروح اعمل مultiplexer جديد. هعمل ايه مultiplexer جديد? zero one. تمام? الزيرو او هقول لحاجة. تعال انا تخلي ايه? ان انت اول حاجة هتوصل له ايه? هتوصل له يا صديقي الصدوق. تعال نمسك خلاص انت كده خلاص انت مش محتاجة اللي احنا قلناه في الاول ده. احنا في الاول ده كنا بنستنتج منه الخطوة دي. طيب. اه المultiplexer ده هيبقى زي ما قلنا. ال selector بتاعه هو jump register. تمام? ده كده control signal هتنور اول ما يلاقي ان هي عبارة عن jump register. طيب. كلام حلو. كلام حلو. طيب. تعال نبص بقى. jump register ده هو بقى ايه? هو اللي هيوصل المultiplexer الخيط ده هو اللي هيوصل على program character بدل الجنب العادي. طيب. انا دلوقتي هجي اخطار ما بين jump register وما بين الجنب العادي. طيب. انا دلوقتي في jump register لو jump register ده بيساوي يعني انا هعمل jump register صح? يبقى انا هخلي ال هنا يخش اللي ايه? ال rs. لان انا عايز اعمل jump register لل rs. طيب. وهنا هخليه يخش اللي ايه? الجنب العادي جدا. لو هي ب zero. طيب. يبقى خلاص يبقى انا كده عمد select. اخد ال rs بقى دي. تمام? واروح موصلها كده 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 اهو 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 بس موصلها. لأ سويا موصلها فين? موصلها هنا اهي. اهي. تمام? ادي كده ال rs. ودي كده تصميم بتاعك تم بمنتهى السلاسة وبمنتهى الوضوح. شايف خطوتين بس. امان خطوتين. زودنا الر وزودنا ملت بيكسر كمان. طيب. تعال بقى نملى الجدول اللطيف بتاعنا. احنا قلنا خلاص ان احنا فصلنا الر format عن ال الانستركشن دي. فاحنا مش محتاجين نملى الجدول الر format. هنملى بقى الجدول اللي بيقارر ما بين مع التمم بالل. اهو ايه? يبقى ايه? 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 طيب. اه اه ايه ال يو سورس خلاص فرض مش محتم بيها. هل انا بريتع الرجستر? لأ مش بريتع على الرجستر. تمام? قلنا بديم في ريد او ريت تبقى لازم اقفلها. طيب لى قدما قفلت الرجستر ريت تبقى ده هيا بكسات. تمام? هل انا بريتعا الميموري? لأ زيرو. طيب حال انا بريتعا الميموري? بريد من الميموري? لا برضه. طيب. في في الجنب بقى. انا بشغل الجنب. صح? وما تنساش ان احنا زودنا كنترول السيجنال الجديدة اللي هي ايه? الجي ار. فانا لو زودتها يبقى لازم احطها في الجدول لانه ان الجدول ده بيعبر عن كل السيجنالز الموجودة اللي بطالة دي طالعة من الكنترول. طيب. الجي ار. هل انا بشغل الجي ار في الجنب? لا ما بشغلهوش. طيب. هل بشغل البرانش? لا ما بشغلهوش بلد. طيب. بدم انا عندي زي ما قلت لك لو عندي اتنين انا اكرمت باك سر ولا بعد. وشغلت واحد شغلت واحد وقفلت تاني. بدم اشغلت التاني وقفلت. بص. بدم عندي اتنين flying ويقفت ورة بعد. تمام? وروح تشغلت التاني. هي cirk الاولاني بايه باكسات. بس كده. تمام? كلام جميل. كلام جميل. طيب. لو انا بقى تعال نشوف الجمبرجز. الجمبرجز. هل انا عملت الال ايلو. هل استخدمت الال يو. لا ما استخدمتش الال يو. هل الال يو صورصة عندي استخدمتها? لا kalباد هل عملت رايت علي الريجستر لا ما عملتش رايت انا عمالت lag من الار اس بس تمام طيب. الريجستر دست wert في algorithm يبقى حلاص ويبدأم ذات افل الي بدات افل طيب فيMMORURY zijn هل عملتง82 occurred? لا هل عملت練 illOOO? لا او اولا حاجات على understand the mark đi من الاخر الاول. انا عملت jump register هل تمام؟ طيب بادام عندي اتنين مالتبلكس ولا بعض باقى عمم القاعدة واستخدمت الاخير. يعني الاخير بقى بوان يبقى اللي قبله كله ايه? ايه? اكسات. تمام? بدأ مشغلت الاخير يبقى اللي قبله باكسات. طب لو عندي اتنين ملتبكسر ربعض يبقى. بدأ مشغلت التاني يبقى ايه? الاخير اللي قبله باكسات. اهمت? وانت ما انا فرح انتك حتة دي ليه? يعني انت دلوقتي تعلم مسلا في حالة الجنبرجز انت شغلت الجي ار بواحد. هل انت فيه الحاجات اللي هنا دي كلها? هل انت هتمت بيها? ما انت خلاص? انت كل دي اكسات بالنسبة لها. انت مش مهتم اللي جاي من هنا ده? اللي جاي من ده. اهو اهو كده ماشي كده كده. وده ياخل على الار اس. بس فانا مش مهتم بالبقى. ودي فكرتها. طيب? طيب في حالة التانية بتاعت مسلا الجنب. في حالة الجنب. انا كنت عملت ايه? انا عملت ده بزيرو. صح? ورحت شغلت ده. هل انا مهتم بدا? هيعمل ايه? لا مش مهتم بيه. بقى ده اكسات برضو. مهمت? يبقى انا دهاتي فهمت حتة ايه? الاكسات والايه? والجي ار دي. كلام جميل. كلام جميل ومحترم ورائع. وفي منتهى السهولة والجمال. تعال بقى نشوف اخر سؤال عندنا. طبعا دلوقتي هتيجي تقول له ايه? تقول له ان انا عملت كنترول سيجنال جديدة. اد. نيو. كنترول. اللي هي عندك عبارة عن اه الار اه اللي هي الجي ار. تمام? طيب. تعال بقى نبص على السؤال ده بيقول لنا ايه? السؤال ده بيقول لك ان انت عايز تزود. تمام? اللي هو بيعمل ايه? بيصم التو ريجستر تو اوبتين زي ادرس اوف داتا. ماشي? تو بي لودت. زي انستركشن از ايه ار فورمات. اه. طيب. يبقى ده كده الحوار في ار فورمات. يبقى احنا هنعمل الحركة بتاعتنا المعدها ده. بس تعال نبدأ بتخطواتنا الاول. انت ده وقت عندك اللود والو الم هو بيقول لك عليها دي. 히 بتعملك ايه? بتجمع الار اس والتي. وتحط لك الناتج فين? تركز بالله عليك في الحتة دي. هعملت كده بلون غريب كده. بتحط الناتج في الر. ليه? لان دي ار فورمات ما تنساش. يعني اه هي نعم هي بس هي ار فورمات. فار فورمات يعني بتحط الناتج فيsex?? طب تعال بقى نبص. احنا دلوقتي الار فورمات. اول خطوة قلنا. اول ما نشوف ار فورمات بنعمل ايه. اول ما نشوف ار فورمات بنفس الاضطورشن دي عن الار فورمات. عشان اقدر اتحكك في الار فورمات. طيب. افصل ازاي? ان انا كنت ب��اخد اللي هم بسة بتوع比 الفونكشن اللي هم تحت خالص دول وادخلهم على ايه? على الار فورمات بتاعتي. يبvisنا كده اقدر ان انا افسس الار فورمات بتاعتي جوا الار فورمات هي فوق فاطلع اطلع انا عايزها اتحكم فيها انا برحتي تو الكلام جميل ومحترم جدا دي بانا فصلت طب قد قللي يا محمد طب انا دلوقتي لما فصلت اااا يعني مفهود ان انا خلاص باق ما بقيتش ار فرماتي هقولك لأ هي محتفزة بالخواص بتاعته في ار فرماتي اللي هي ايه الخواص بان فرماتي اللي هي الانيستركشن فرماتي نفسها الار رماتي ان ايه ار اس و ار تي و ار دي تمام وان فيه هنا الشفت اماونت وفيه لا كل ده لسه محتفظة فيه بس انا فصلتها بس في التنفيذ فهم لكن هي لسه محتفظة بخواصل ايه الار فورماد طيب جلام كلام جميل ومحترم جدا يبقى انا دواتي عرفت ان انا هحط الناتج بتاعي في الايه في الار تي في الار دي طيب تعال بقى نبدأ الخواصة بتاعتنا التانية ان احنا نشوف ايه الفنكشن الانستركشن دي شبه ايه من الانستركشنز اللي عندنا طيب هتبص كده هتلاقي ان خلاص ان هي شبه اللود وورد طبعا فاحنا نقول ان هي شبه اللود وورد بس اللود وورد كان بتاعمل ايه كان بتقولك ان الار تي بتساوي الار اس زائد ايه زائد الاميديت اه يبقى انا كده فيه اختلافين عندي ان اول حاجة هنا بكتب على الار تي هنا بكتب على الار دي صح طيب وهنا بجمع على الار تي هنا بجمع على الاميديت تعال بقى نشوف ايه الحاجات دي ما كانها فين في التصميم بتاعنا فعمالية الجمع العمالية الجمع بتتم فين هنا فأنا دلوقتي المفروض إننا لما هجمع في حالة ده هم نتكلم على الإيه الـ LWR، صح؟ الـ LWR المفروض إننا لما هاجي أختار الـ Operant التاني هختاره اللي هو RT اللي هو يعني ما اختارش الـ Amedia صح؟ لأن الـ Amedia ده في حالة اللود وورد بس لكن في حالة الـ LWR هختار إيه؟ الـ Second Operant اللي هو Operant 2 هيبقى عبارة عندي عن الـ RT يبقى أنا لازم أختار الـ Select where it's, zero يبقى لازم الـ ALU Source هتبقى إيه بزيرو يبقى لازم ال ايه ال يو سورس هتبقى بالساوي ايه بالساوي زيرو. طبعا? ادي اول تعديل هنعمله عن اللود. بس الفكرة بحاجة ركز حاجة. انا معدلتش حاجة في السجنال نفسها. يعني ما غيرتش مسلا السجنال دي خليتها تقبت. لأ انا هي نفسها بس انا غيرت تقبتها. طبعا? يبقى انا كده معدلتش فيها حالي. طيب تعال نبص كمان. انت دلوقتي ايه التعديل التاني اللي مفتوض نعمله. اننا نخلي بتاعتنا هي الار دي. ماشي الار تي. يبقى دولتي هنروح على اللي بيحدد الديستيناشن. الديستيناشن بتحدد هنا صح? اهي. حدد ديستيناشن. طيب مين اللي بيتحكم في الديه? هتلايش معاه كده سيلكتور بتاعه. هتلاقي ان هو عبارة عن ايه? عبارة عن الريجستر ديستيناشن. اه يبقى كده الريجستر ديستيناشن ده. عندك بقى باي? بقى بواحد. تمام يبقى ادي كده التعديلين اللي انت هتعملهم. تمام? يبقى انت هتروح كده تبص فوق. انت عندك اللي عدلته الديستنيشن وعدلت كمان الfree idle source. تمام؟ تعالا بقى نكتب ايه الجطعا بتاعنا? عندك الاصل بقى اللي هو الema. كنت بعمل ايه? في الاول��rift كنت بعمل عملية جامعة يبقى كنت بختار ايه? زيرو زيو. تمام؟ في الاي اليو سورس في وصولت. في حالة كنت بأخذ الامد في , لكنただ هنا. لكن في الثانية انا هختار الزيرو. طمام؟ مركز معي بس. في الريجستر كنت بأغcrowdREGSTR. اه كنت بأغرف على رجستر. في رجستر ديستي نيشن في حالة انا كنت بأعمل بتاعتي الأردي الأرتي سوري الأرتي بقى نختار زيرو. طيب الميموري تواجسطر الميموري تواجسطر بتاعي. هل انا بعمل من الميموري يعني الدات اللي بكتبها. بتبقى من الميموري يبقى واحد. طيب. اه الله ما اصلي يا سلام محمد بخلي بقى لك في حاجة وعلش ان انت اه هنا انت مش بتجمع يعني انت بتحط يعني انت بتروح تعمل من الميموري في الحالتين دول. تمام? دي بس عشان تبقى فاهمها في الاول. ان انا في حالة انا بعمل بتاع الحاجة اللي موجودة فيه. هنا بعمل اه بجيب اللي موجود في الار اس زاد الار تي. تمام? فانا هنا بعمل من الميموري. يعني الكوز ده معنا ان انا بستخدم الميموري. تمام? كلام جميل 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 جميل. هل انا بعمل اهاً بعمل 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 hair بعمل jump? لا. طيب تعال بقى ف ال L-W-R في ال L-W-R. نفس العملية بعملها ان انا بجمع وهي. هل الجامع عندي اختلف? اهو. اللودي جامع هون وادل الجامع هون. هل الجامع عندي اختلف? لا. يبقى انا في دوقتي بقى عمل A0-0. طيب امل Aل او سورس زي ما قلنا. خلي بالك. انا بعمل الزهم عشان ما نساش ان انا هعدل دي. تعالوا نبص هنعدلها نخليها ايه? ايه اليوسوس هتبقى بزيرو. صح? تمام? والريجيستر ريت هيبقى بواحد. الريجيستر بص انا معلم عليها يبقى انا نعدلها يبقى انا نخليها بواحد. طيب الميموري تو ريجيستر الميموري تو ريجيستر هتبقى بنفس الكلام. معدلتش عليها. الميموري ريت هتبقى بزيرو. الميموري ريت هتبقى بواحد. البرانش هيبقى ايه؟ زيرو زيرو. اللي انا علمت عليه بس هو اللي انا بعدله تمام؟ البقي بيبقى بيمشي مفس الكلام. بس كده انت كده خلصت يا صديقي اه والله خلصت. يا حالا انا زودت حاجة من هنا خليتها توبت او عدلتها في حاجة. يبقى انا ايه؟ كنترول سيجنل ازاي ما هي. تمام؟ يبقى انا التعديل هنا حصل في داتة بس بس. ما عدلتش فيها حاجة. يبقى تمام؟ دي بس عشان تكون ايه؟ فهما. بلما اقول لك تعديل في كنترول سيجنل طيب احنا كده انا انتظر خلطنا. انا بس عايز اجامع معك في الاخر تجميعها كده بسيطة ان انا دلوقتي خطوات بتاعتنا كانت ثابتة تقريبا تمام? ان انت دلوقتي لو عندك حاجة مش Art Format تمام? فانت اول حاجة هتعملها ان انت تكتب ال Instruction ذاتك وتشوف هي التامل ايه تمام? وتشوف ال Instruction اللي شبهها من حاجات اللي متنفذة عندك تمام? وبعد كده تبدأ تشوف الفرق بينهم حصل في ايه وتشوف الفرق ده اصلا موجود فين في الرسمة تمام? وبعد كده تروح في الرسمة هتعدله تمام? وقلنا في حاجة لو انت عندك اا لو لقيت ان انت هتعدل control signal اللي هي jump او ال branch تمام? يبقى يفضل ان انت متعدلهاش وتروح عامل control signal جديدة لل Instruction دي تمام? اا بس دي ايه يعني يفضل ان انت متعدلهاش تعديل بمعنى ايه? تعديل ان انت هتخليها مسلا اتنين بيت تمام? لكن انت عادي ممكن تستخدمها في اي Instruction تانية بس تفضل بالواحد بتاعتها تمام? واحنا شفنا الكلام ده في اا لما عملنا ال jump and link وعملنا jump register في jump register كنا محتاجين ان احنا نزود jump خليها اتنين بيت تمام? فروحنا عملنا واحدة جديدة لكن في jump and link كنا محافظين على نفس الحاجة لما لما جينا عدلنا في التصميم لان احنا مش محتاجين نعدل فخلص حفظنا على نفس ايه? jump كمام? بتاعتنا طيب لو انت عندك بقى طلعت ان هي R format R format يبقى انت لازم في الاول تروح يا صديقي تفصل ال Instruction دي عن R format بس خلي بقى لك الفصل ده ما يبقاش في فصل كل انت لسه محتفظة بال Instruction format بتاعت ال R صح ان هي RS RT و RD ولازم تتأكد ان انت لو في حاجة destination فانت لازم تتأكد ان انت هتحطها ايه في ال RD تمام? اا بس وبعد كده نفس الفكرة تشوف بقى بعد ما تفصل على ال R format خلص بقى تشوف ايه اللي شبهها من Instructions العادية بتاعتك تمام? وبعد كده تبدأ تقاريرهم بعض وتمشي نفس الخطوات تاني تمام? اا بس ايدي كده ده نوع من الاسئلة اللي بيجي في الحتة دي وفيه نوع تاني اللي هو Tracing اللي هو أنس اتكلمكم عنه او لسه هيكلمكم عنه في المحاضرة بس يعني ان شاء الله في الوقت اللي تنزل فيه محاضرات تكون المحاضرة اللي أنس شرح فيها السؤال ده نزلت تمام? اا فيه سؤال تالت بقى نوع سؤال تالت ان هو بيجيب لك رسمة تمام? ويقول لك اتحقق ان ال Instruction دي هتتنفس في الرسمة اللي هو جايبها لك تمام? فانت بقى بتبدأ تشوف تترسل رسمة تترسل ال Instruction دي اول حاجة تمشي بنفس الخطوات تشوف هي بتعمل ايه تمام? بس بيقول ل تخلي بالك ان انت هو مش عايزك تعدل هو مش عايزك تعدل هو عايزك تشوف بس هي هتنفع تتنفس ولا تمام? فانت مجرد ان انت هتشوف دي بتعمل ايه تمام? وخلاص بعدكد تبدأ تترسل ال 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 �ơ ده على على بتاعتك. تمام? من غير ما اتعدل اي حاجة. تمام? وتشوف والله لو هتتنفز هتقوله ان هي هتتنفز وتكتب له الجدول الجميل بتاعنا ده. وتقوله كل سيجنال هتتعامل ازاي? تمام? هتقوله كل سيجنال هتتعامل ازاي? بس من غير ما تلعب في الايه? في في السيجنال العدد بتاعتها. تمام? وفي نفس الوقت ما تلعبش في اي ريجستر فايل ما تلعبش في اي حاجة في الرسمة نفسها تمام? يعني الرسمة تفضل زي ما هي. اه. تمام? انت بس مجرد ان انت تتريس على الرسم. بس واكده تقول له مسلا دي هتتنفز دي مش هتتنفز تمام? وتحط له الجداول والكلام الجميل بتاعه ده. كده اه دي يعني ان شاء الله يكون تلم على قد ما نضغل. وطبعا يعني ان شاء الله لسه يعني هممكن نبقى تتكلم عنه تاني لما نيجي ان شاء الله في اخر الترم نحل ايه? امتحنات. بس انت كده يعطبا لميته بشكل جديد. بس كده يا صدير. اتمنى تكون فهمت. اه طبعا فيه علوة بس اخيرة. ان الحاجات اللي انا اقيلها دي مش الستاندرد يعني. يعني انا انا بثبت لك خطوات بس عشان تسهل عليك الحل. لكن ممكن الحاجات دي او الاسئلة اللي انا حلتها دي نهاردة دي. دي ليها كزا طرق حل. يعني. يعني انت ممكن تلاقي طريقة حل احسن. ما تجيش تقول لي طب انت ليه. كل واحد ليه طريقة عادي. وماشي. اه انا بس حاولت اثبت لك طريقة عشان توقع الموضوع سهل. لان كانت مشكلة ده مع الناس كتير. ان كان الموضوع تايه من بعضه. يعني مفيش حاجة طريقة امسكه. تمام? فانا كده بقى قريتك ازاي تقدر تخش على مسألة وتتعامل معها. تمام? انت بعد كده حابق ليه تتمكنتها من الموضوع. ولقيه الطرق جديدة بتسهل الحوار. خلاص يا عم دوس براحتك كفاهم? انا بس دي ايه? دي الطريقة اللي انا اه بحل بيها دلوقتي عشان الغد ما تمكن من الموضوع. تمام? ادي كده انا تكون خلصت. اه اتمنى ان انت تكون فهمت. وان شاء الله يعني اه الموضوع يبقى سهل وبسيط. اه اشوفكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.